ما هي الابراج? اولا العزة والشرس والرفع الاجتماعي والدينية التي حطلت للمذهب في كل العالم وفي العراق خاصة وفي كل العالم عامة ورفع ما كان من بلة وقنوط واكتصار على اللزابة الشخصية والارزاق التجارية والاسرية ومن هنا يمكن ان نلاحظ تترك يمني ومن هنا يمكن ان نلاحظ ان ما حطل هنا بهذه ثلاث الجمعة الملتزمون بها جميعا ان شاء الله حطل هنا ما لم يحطل على مدى التاريخ لأي احد وامامنا الان ايران فانهم حين اقاموا ثلاث الجمعة نعم ما فعلوا ولكن لم تكتسب اقامتها هذه الاهمية التي رأيناها هنا في العراق بالرغم من وجود جولتهم وحوزتهم وانما نظر اليها العالم هناك كعبادة اعتيادية حصلت قناعة اعتيادية من قدلهم باقامتها لا بأس بل الشيء ثواب واما هنا فكانت فتحا مبينا لا مثيل له كما قال تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا لاغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل التكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما شفوا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما القرآن يضبع دائما اصحموا من زاوية ما هو موجود الان ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضامنين بالله ودن السوق عليهم دائرة السوق وعلم الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مطيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واطيلا ان الذين يبايعونك ان ما يبايعون الله يدلعه فوق ايديهم فمن مكذب انما ينكس على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فتوفى يؤتيه اجرا عظيما ولك ان تفهم هذه الايات الكريمات كما شئت ولكني اقول انها تنطبخ على مقامنا هذا انقباثا غاليا وجليلا وله الحمد والمنة ترجمة نانسي قنقر